من جديد تواجه أفغانستان أزمة سياسية خطيرة هكذا يتردد في حديث الشارع الذي يراقب عن كثب الخلاف الناشئ بين أطراف الحكم عطى محمد نور الرجل القوي في شمال البلاد يرفض الخضوع لقرار إقالته ويتوعد بمواجهته حتى وإن تطلب ذلك استخدام القوة فالرجل الذي يطلق عليه داعمه إمبراطور الشمال والمتهم حسب تقارير صحفية بخرق القانون وقضايا فساد اتخذ قرارا على ما يبدو وبدعم من حزب الجمعية الإسلامية إلى زيادة التوتر في المشهد السياسي المتأزم أصلا أي حديث عن إقالة وعزل السيد عطانور من منصبه ليس مطروحا بالنسبة لنا الرجل منح شرعية لهذه الحكومة ولن نقبل بهذا القرار الجديد الذي قد يتسبب في أزمة حكومية حقيقية بالإضافة إلى أخرى أمنية بغيابه عن الشمال محاربة الفساد وتعزيز سلطة الدولة وإصلاح الإدارة تحديات تواجهها حكومة الرئيس أشرف غني الذي قطع على نفسه وعدا أمام المجتمع الدولي بمحاربة الفساد لكن أمراء الحرب يبقون عقبة حسب البعض هنا أمام تحرك الدولة في مجال مكافحة الفساد حيث كشفت تقريرا لقناة محلية عن ثروة واستثمارات لحاكم بلغ تقدر بعشرات ملايين دولارات حاكم بلغ يتمرد على تشريعات واستغل سلطته لمصالح شخصية كما تورط في خرق القانون بالإضافة إلى قضايا فساد بالنظر إلى التقارير الواردة من مزار شريف الحكومة من جانبها تقول إن فترة التهاون مع من يعرقل الإصلاح والشفافية في الإجراءات قد انتهت وتأتي الخطوة الحكومية بعد استمعاد نائب الرئيس الأفغاني الجنرال عبد الرشيد دوستوم المتهم بخرق القانون واستغلال السلطة ليشكل ذلك فصلا جديدا يفتحه الرئيس الأفغاني لوضع حد لتجاوزات رافقت مرحلة التحالف بين الجميع لمحاربة الإرهاب لكن هناك من يرى أن هذه التصرفات الحكومية قد لا تخل من مغامرة ستكون لها تداعيات على المشهد الأمني والسياسي في البلاد لا سيما وأن البلاد تخوض حربا مع الجماعات المسلحة الحكومة ومن خلال إجراءاتها التصعيدية في محاربة الفساد وإصلاح الإدارة تكون قد وضعت حدا لمرحلة التهاون مع هذه الظاهرة لكن المهمة وكما تبدو لن تكون سهلة حسب البعض في ظل الأزمة الجديدة المستمرة جراء إقالة حاكم بلغ سفة الله صافي الحرة كابل